السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي طلاب وطالبات الصف الخامس الافتدائي مع مادتنا الرائعة والمحبوبة مادة التربية الفنية اليوم أحبتي لازلنا في درس الفنون الإسلامية ولازلنا في نفس الدرس نبحر ونتعلم فيه المزيد من المعلومات الثقافية الفنية نريد أن يكون لديكم حصيلة ثقافية تساعدكم على التعبير عن الفن وعن الفن الإسلامي حينما يسألكم أي شخص عن الفن في الإسلام فإنه نعم موجود وموجود بأشكال مختلفة قد أثر الفن الإسلامي على فنانين عالميين الفن الإسلامي بصمته موجودة في كل مكان في العالم الإسلامي أيضا له بصمات موجودة في أماكن عالمية في أوروبا وفي أمريكا وغيرها من أقطار العالم هناك فنانين عالميين غير مسلمين من أوروبا ومن أمريكا ومن مختلف بقاع الأرض قد تأثروا بالفنون الإسلامية بالحضارة الإسلامية وكان ذلك واضحا وجليا في لوحاتهم الفنية فلذلك حينما تتحدث عزيزي طالب وعزيزتي طالبة عن الفن الإسلامي لك الحق ولك الحق أن تتحدثون بكل فخر واعتزاز عن الفنون الإسلامية المتنوعة والمختلفة اليوم سننتقل مباشرة إلى الدرس وهو نفس الدرس السابق ولكن بشكل متوسع أكثر فعندنا اللي هو طبعا هنا فيه الرابط الرقمي للدرس لمن أراد أن يتابع من الكتاب بشكل إلكتروني الرابط موجود طبعا في رسمة الباركود اللي في الأسفل ننتقل إلى الدرس أحبتي فهو طبعا في الشريحة الأولى عندنا الأهداف لهذا اليوم نتوقع من الطالب ومن الطالبة مع نهاية هذا الدرس أن يذكر بعض العناصر المؤثرة في الفنون الإسلامية كهدف أول أما الهدف الثاني أحبتي فهو أن يوضح مدى تأثير الفنون الإسلامية على بعض الفنانين العالميين وفي هدفنا الثالث أن يتكلم عن الفنون الإسلامية في المملكة العربية السعودية هناك الهدف الرابع وهو تعداد خطوات الرسم بالألوان المائية وأيضا في هدفنا الرابع أن يوضح الفرق بين أنواع الألوان سواء كانت قواش وأكريليك ومائية في الهدف الخامس والأخير أن يقوم الطالب والطالبة برسم لوحة تعبر عن الفن الإسلامي باستخدام ألوان الأكريليك مستفيدين من البرامج الرقمية يعني حنى الأسبوع الماضي أحبتي كنا قد تعلمنا الرسم اليدوي واخذنا بعض الزخارف الإسلامية البسيطة وبعضها قد يكون مأخوذ من الإنترنت لكن ليه أنت يا طالب أنت يا طالبة ليه أحبتي ما يكون الواحد منكم يقدر يستخدم بعض البرامج البسيطة وأبسطها لعله يكون برنامج الـ Powerpoint ويصمم زخارف حروفية من الحروف العربية بشكل رقمي هذا ما سنأخذه إن شاء الله في التطبيق العملي لهذا الدرس ولكن قبل أن ننتقل للتطبيق العملي لابد أن نثري ثقافتنا الفنية ونتحدث عن الفنون الإسلامية وعن الفن عند المسلمين منذ القدم وحتى الوقت الحالي فإلى هناك عندنا أحبتي في الشريحة التالية سنتعرف على بعض الأسئلة ففي السؤال الأول أذكر أو اذكري بعض عناصر أو العناصر التي تميزت بها الفنون الإسلامية هناك السؤال الثاني وهو هل تأثر الفنان العالمي بالفنون الإسلامية وإلى أي حد والسؤال الثالث في هذا النشاط اذكر أو اذكري بعض خصائص الفنون الإسلامية هذه الأسئلة أحبتي طبعا مبنية أو مأخوذة على النص المكتوب عندكم في الكتاب وهو نفس النص الموجود عندي في الشريحة وسنقرأ هذا النص ونبحث عن الإجابة نفهم النص المكتوب والذي سنجد في داخله وبين أسطره الإجابات على هذه الأسئلة فعندنا حينما نقرأ هذا النص أحبتي في مقدمة تاريخية تألقت الحضارة الإسلامية منذ القرن السادس وحتى القرن التاسع عشر طبعا هذا الميلادي وشهدت ازدهارا وتطورا وصل دروته وتأثرت به الحضارات الأخرى وقد ركزت الفنون الإسلامية في هذه الفترة على فن العمارة هذه معلومة ركزت عليها وفن المنمنمات وفن الزخرفة والخط بالإضافة إلى الفنون الأخرى من مثل النحت وغيرها تمثلت هذه الفنون في ماذا؟ في المساجد في القصور في المخطوطات وكذلك في الأواني التي هي المواعين وبعض اللوحات الفنية إذن هنا عندنا طبعا اللي هي مجموعة من العناصر اللي ركزت عليها الفنون الإسلامية هي فن العمارة فن المنمنمات فن الزخرفة والخط هل تأثر الفنان العالمي بالفنون الإسلامية؟ سنبحث على إجابة في هذا النص إذا وجدناها فكذلك عندنا يقول كما أن هناك عدة خصائص للفنون الإسلامية كما أن هناك عدة خصائص للفنون الإسلامية سأعيد التأشير بالقلم مثل ما نشاهد هنا منها أن يكون الجمال مقصودا إذن هنا إجابة على خصائص الفنون الإسلامية السؤال الثالث في هذه الفقرة هي إجابتها موجودة في النص هنا خصائص الفنون الإسلامية أن يكون الجمال مقصودا وليس عارضا وأن يكون ذلك من باب التحسينات وليس من باب الضروريات يعني يا حبتي مثلا أنا عندي باب الباب هو الضروري لكن هل ضروري أن الباب هذا يكون منحوت عليه نقشات وزخارف أو ليس ضروري؟ ليس ضروري عندي مثلا كتاب وهذا الكتاب مثلا مجلد من المجلدات أو الكتب الكبيرة الفقمة هل يجب أن يكون غلاف هذا المجلد ملوم بألوان جميلة وعليه زخارف وبماء الذهب مكتوبة وبمواد فقمة وغالية إذن ليس بالضرورة هنا الفن يصبح مقصود حينما أضيف زخارف على هذا الباب أو أضيف زخارف على هذا الكتاب أو أضيف زخارف على هذه اللوحة وهي زخارف ليست ضرورية وإنما من باب الترف ومن باب الزيادة من باب أني أقصد أني أضيف قيمة فنية على هذا الباب أضيف قيمة فنية على غلاف هذا الكتاب هنا يصبح هذا ليس من باب الضرورة وإنما من باب الزيادة لأن الفنان لديه ذائقة فنية ويحب أن يجمل ويحسن هذا الباب أو هذا الغلاف أو غيرها من الأمثلة المختلفة فيما حولنا في الحياة العامة كذلك أن الفنان المسلم لون معظم أدواته وجملها نعيد اختيار القلم مرة أخرى يا حبتي حتى نتمكن من التحديد كما أن الفنان المسلم لون معظم أدواته وجملها ففي الشكل واحد سنراه بعد قليل نرى طبقا مزينا بزخارف عثمانية نباتية يعني من الأمثلة أن الفن مقصود وليس عارض أنه عندي طبق هذا الطبق يستخدم للطعام هل إذا كان الطبق مزخرف سيتغير طعم الطعام؟ لن يتغير الطعام سيبقى كما هو إذن وظيفة هذا الطبق أن أضع فيه بعض الطعام حتى أتناوله فيما بعد لكن أنا كشخص أقصد أني أضيف قيمة فنية وجمالية على هذا الطبق فإنني كفنان أرسم زخارف قد تكون نباتية قد تكون هندسية أو حتى كتابية أو أي نوع آخر من الزخارف هذا نوع من أنواع الفنون الإسلامية أضاف الفنان هذه الزخارف على هذا الطبق حتى يضفي له قيمة جمالية سبق وأن تعلمنا نوع يسمى قيمة نفعية أو فائدة نفعية هو قيمة جمالية الفائدة النفعية أو الوظيفة النفعية لشيء ما مثل الطبق مثلا اللي هو الصحن مثل الجرة اللي يضعون فيها الماء هذه نفعية مثل القدر المصنوع من الطين أو من الخزف أو من الفخار جميع أنواع الأواني لها فائدة نفعية تنفعنا في حياتنا نستخدمها من أجل الأكل والشرب كذلك مثلا باب البيت أو باب القصر أو باب البوابة الكبيرة هذه لها قيمة نفعية فهي عبارة عن باب يمنع دخول أي شخص إلى هذا المكان أو إلى هذا البيت هنا هذه الفائدة النفعية أو الوظيفة النفعية لهذا الباب حينما أضيف عليها فائدة فنية أو أضيف إليها قيمة فنية وجمالية فأني أقوم بإضافة زخارف قد تكون هذه الزخارف نباتية أو زخارف هندسية أو حتى زخارف كتابية قد تكون أيضا الرسمات وليس بضرورة أن تكون زخارف قد تكون هناك أشكال أخرى عندي وظيفة مثلا النافذة الشباك أو ما يسمى بالدريشة هذه النافذة مصنوعة من الزجاج وهذا الزجاج شفاف وظيفة أن يمنع دخول الهواء ويمنع دخول الغبار حينما تكون هذه النافذة مغلقة أستطيع أن أضيف على هذا الزجاج قيمة فنية بأني أرسم عليه رسمات مختلفة باستخدام ألوان الزجاج ألونة فيصبح له وظيفة نفعية أنه يمنع دخول الهواء ودخول الغبار وكذلك يصبح له فائدة أو قيمة جمالية أنه أصبح فيه ألوان جميلة وحينما يمر الضوء من خلال هذا الزجاج ستتغير ألوانه ويسقط على الأرض بألوان جميلة ومختلفة كذلك نفس شكل الزجاج هذا سيصبح جميلا لأني قمت بتلوينه عندنا أحبتي هذه من خصائص الفنون الإسلامية يعرفناها أنه يعتبر الفن مقصود والجمال مقصود هنا وليس عارضا في اللوحة التالية سنشاهد أو في الشريحة التالية سنشاهد منمنمة من مخطوطة الواسطي في متحف اللوفر في فرنسا طبعا هذه مخطوطة قديمة جدا وهي محفوظة في فرنسا في المتحف طبعا مثلما تشاهدون كان الفنانون المسلمون في السابق يرسمون كل شيء وكان لديهم مهارات وفنيات جميلة جدا كانوا يهتمون دائما بالجمال و بالزينة للكتب فهنا في هذه المخطوطات الواسطي هي المنمنمات تحدثنا عنها في المرة الماضية هي موجودة في مخطوطات المواسطي وهي رسومات بسيطة جدا تساعد على تصوير ما يقال في هذه القصة أو ما يقال في هذه القصيدة أو في هذا الكتاب تستخدم أيضا في الكتب العلمية أيام زمان كتب الطب التي كان يشرح فيها بعض أهل الطب وأهل علاج الناس أن أشكال العشابة الطبية وأنواعها أشكال الأمراض التي تصيب أجزاء معينة من جسم الإنسان و كيف شكل هذا الجزء قبل الإصابة و بعد الإصابة فكانت فائدة المنمنمات هي رسوم توضيحية تساعد المشاهد و القارئ أن يفهم أكثر و تسهل وصول الفكرة و تبسطها من أجل سرعة الفهم لدى القارئ فعندنا المنمنمات استخدمها الفنانون المسلمون في السابق من أجل تسهيل و تبسيط الأفكار أو القصص أو المعلومات الموجودة في الكتب المختلفة و لعل أفضلها و أوضحها مخطوطات الواسطي طيب عندنا المنمنمات الموجودة في مخطوطة الواسطي هنا في الشكل واحد لدينا طبق مزخرف من بداية الفنون الإسلامية قطره 40 سانتي و ارتفاعه 7 سنتيمترات في متحف اللوفر أيضا في فرنسا لو نشاهد هذا الطبق أو هذا الصحن نجد أنه يحتوي على أشكال نباتية ملونة بألوان رائعة جدا و زاهية هي ألوان مأخوذة من الطبيعة و هناك أشكال مختلفة من الورود بعضها بألوان غامقة و بعضها بألوان فاتحة فهنا هذه الوردة ذات اللون الغامق و هذه وردة ذات اللون الأحمر تتكرر هذه الوردات لأنه من سمات الزخارف الإسلامية التكرار نعم أحسنتم من سمات الزخارف الإسلامية التكرار فعندنا هنا تكرار وردة ذات لون غامق و وردة ذات لون فاتح مرة أخرى وردة ذات لون غامق و وردة ذات لون فاتح هذا النوع من التكرارات نسميه تكرار درسنا أنواع التكرارات كان فيه التكرار العادي والتكرار المتبادل والتكرار المتعاكس أحسنتم يعتبر هو من التكرارات المتبادلة مرة وردة غامقة وردة فاتحة وردة غامقة وردة غامقة هذا يسمى تكرار متبادل مرة فاتح ومرة غامق فهنا فيه تكرار للوحدات الزخرفية النباتية على هذا الصحن بشكل متبادل هناك أيضا تكرار بشكل عادي في بعض العناصر الأخرى موجودة على هذا الصحن هنا السؤال هل تأثر الفنان العالمي بالفنون الإسلامية وإلى أي حد كما تعلمنا في الأسبوع الماضي لقد اهتم الفنان العالمي بدراسة الفنون الإسلامية وتأثر بها وعمل لها معارض ومتاحف وظهر ذلك واضحا في بعض اللوحات العالمية وليست لوحة عادية وإنما على مستوى العالم باستخدام بعض الرموز من المآذن والقباب والزخرفة وغيرها أيضا قد تكون مستوحاة من الحياة السياسية والاجتماعية والبيئة والتاريخ الإسلامي إذن الفنانين العالميين حينما دخلوا إلى أو عاشوا في بعض بلدان العالم الإسلامي أو بعض الأماكن في بلاد المسلمين تأثروا بأشكال المآذن والقباب والمساجد كذلك القصور الزخارف الموجودة في هذه المباني المحيطة بهم تأثروا بها وظهر ذلك واضحا جليا في لوحاتهم كذلك تأثروا بحياة الناس ومجتمعهم فالمجتمع العربي والمجتمع الإسلامي طبعا يختلف عن المجتمعات الأخرى ولكن دائما كل مجتمع المجتمعات له سماته وصفاته المختلفة وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطة وفي آية أخرى يقول وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فنحن نتعرف على الشعوب الأخرى والثقافات الأخرى وكذلك هذه الشعوب الأخرى والثقافات الأخرى يتعرفون علينا كشعب عربي أو كشعب إسلامي يتعرفون على الفنون التي لدينا كعرب وكمسلمين ثم ينقلونها إلى بلدانهم هناك بعدما يتأثروا بها وقد حصل ذلك بالفعل بالنسبة للفنون الإسلامية فعندنا بعض اللوحات كما في الشكل الثلاثة هذه لوحة للفنان العالمي المستشرق طبعا أنه هو لودفيك دوتش طبعا هذا الفنان رسم لوحة بائع العرقسوس العرقسوس هذا مشروب من المشروبات المعروفة عند العرب بالذات في بلاد الشام وهو مشروب له فوائد صحية وكذلك قد يشرب أيضا في شهر رمضان وهو منعش ويبرد في الأجواء الحارة هذا الفنان عاش في أحد الأقطار العربية التي تشتهر بهذا المشروب وتأثر بالمكان الذي يعيش فيه هؤلاء الناس ورسم هذا المكان كبيئة مثل المباني والأرض والسماء الموجودة ثم بعد ذلك تأثر بأشكال وملابس الناس الذين يعيشون في هذا المكان ورسمها وأيضا هناك مهنة التي هي مهنة بائع العرقسوس أو مشروب العرقسوس فحينما تأثر بذلك رسم هذه اللوحة مكتملة العناصر بهذا الشكل وهذا طبعا يعتبر فنان عالمي وليس من العرب وليس من المسلمين تأثر ونقل هذا الفن ونقل هذه النظرة لهذه الحياة إلى بلاده وبذلك يحق لنا أن نفخر بأن لنا تأثير على الثقافات والشعوب الأخرى وأن تأثيرنا وصل إلى كل مكان في بقاع الأرض هناك أحبتي أيضا لوحة للفنان البريطاني ديفيد روبرتس الذي اهتم بالحياة الدينية ورسم لوحة لقبة الصخرة كما في الشكل أربعة طبعا هذه الصورتين كلها عندكم في الكتاب ديفيد هذا عاش في تلك المنطقة فترة من الزمن وحينما شاهد الجماليات الموجودة والزخارف والألوان والتقنيات والإبداعات التي قام بها الفنانين المسلمين تأثر بذلك وأحب أن ينقلها ويستمتع بنقلها في لوحته بطريقته وبالتالي أصبحت لوحة عالمية نقلها إلى حضارته وإلى ثقافته ينقل لهم ما وصلنا إليه من خبرة في مجال الفنون ومن مهارة وذوق ورقي وجمال رائع جدا ظهر في هذا المبنى اللي هو مبنى قبة الصخرة في شكل القبة وأيضا في الزخارف الموجودة عليها بمختلف ألوانها وأشكالها وأنواعها طيب عندنا أحبتي بعد قليل سننتقل إلى الشريحة التالية وهي تأثر الفنان المسلم بالفنون الإسلامية مثل ما يتأثرون الفنانين العالميين كذلك نحن كفنانين مسلمين أنتم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات كفنانين وفنانات تتأثرون بكل ما حولكم سواء كانت طبيعة أو بيئة أو حتى بالفنون الإسلامية نفسها يعني نحن نروح نصلي في المسجد مثلا وعندنا المسجد الحرام في مكة المكرمة وكذلك المسجد النبوي في المدينة المنورة عندنا مساجد في كل مكان في المدن الكبرى وحتى في الأماكن الريفية المساجد هذه دائما عبارة عن فرصة للمهندسين المعماريين المسلمين أن يظهروا فيها مهاراتهم الفنية كذلك فرصة للفنانين أن يظهروا عليها خبرتهم في الزخارف المختلفة بأنواعها سواء كانت كتابية أو كانت هندسية أو كانت حتى النباتية بأشكال النباتات ودائما هناك الزخارف الجبسية التي قد توجد في معظم بيوتنا اليوم بالذات في المجالس وفي الصالات الزخارف الجبسية هذه المتنوعة كذلك هذه فن من الفنون الإسلامية فلو تأملتم أحبتي كل ما حولكم ستجدون أنه يحتوي على زخارف وعلى فنون إسلامية سواء في الأبواب في النوافذ في الأسقف في الجدران في المساجد في المسجد الحرام في المسجد النبوي في الأسواق في المولاد في كل مكان في المباني من الخارج كذلك المختلفة أسوار هذه المباني يوجد فيها العديد والكثير من الزخارف المختلفة والمتنوعة فلنقرأ معا هذه العبارة يقول أو هذا النص تأثر الفنان بالفنون الإسلامية وعبر بها عن مشاعره وأفكاره وحلق بخياله في تصوير تلك المشاعر والأفكار كما طور من استخدام رموزها وعناصرها حينما نتكلم عن الرموز والعناصر نقصد بذلك اللي هي الخطوط المختلفة ونقصد بها الزخارف العناصر نقصد بها أيضا اللي هي المئذنة أو المنارة كذلك نقصد بها تصميم النوافذ الخاص بالمباني الإسلامية كذلك تصميم القبة وأنواعها المختلفة هناك القبة المستديرة والكروية هناك القبة المتطاولة التي تأتي طويلة نوعا ما هناك قبة ويوجد فيها نوافذ يعني عندنا أشياء كثيرة مختلفة هذه كلها عناصر ورموز تخص الفن الإسلامي وتخص الفنانين المسلمين طيب نكمل قراءة وما زال استخدام هذه الرموز والعناصر سمة من سمات الفنان المسلم فعندنا على سبيل المثال الفنان الجزائري محمد رسام قام برسم المنمنمات في القرن العشرين قبل قليل كنا نتحدث عن المنمنمات أنها من الفنون الإسلامية القديمة نعم كان هناك شخص اسمه الواسطي وكان عنده روايات وعنده قصص وهناك من كان يرسم هذه الروايات والقصص في وسط هذا الكتاب وباستخدام أسلوب المنمنمات ومثل ما ذكرت لكم المنمنمة رسم توضيحي يشرح شيئا ما قد يخص القصص الروائية قد يخص بعض البطولات الخاصة ببعض القادة وبعض الأشخاص قد يخص أيضا أهل الطب وأهل شرح مواد العلمية في ذلك الزمان هذه هي المنمنمات رسومات توضيحية في عندنا فنان مسلم في الوقت الراهن الحالي اسمه محمد رسام وهو من الجزائر رسم لنا لوحة على نظام المنمنمات أو على نمط المنمنمات وهذه اللوحة كما نشاهد موجودة عندنا في الكتاب تحتوي على العديد من العناصر المختلفة هذه اللوحة لو نشاهدها وقد تحدثنا عنها عبارة عن معركة بحرية بين سفينتين هذه السفينتين ربما تكون مثلا قراصنة مع تجار وهؤلاء القراصنة يريدون سرقة سفينة التجار أو ربما تكون معركة حربية بين الطرفين مختلفين لكن ما يهمنا أن هذا الفنان من خلال هذه اللوحة باستخدام أسلوب المنمنمات قام بتوضيح حالة الحرب والقتال التي تحصل في البحر ما بين الأمواج العنيفة وما بين الناس الذين يركبون القوارب الصغيرة قوارب النجاح وكذلك هناك تصوير للدخان الذي يحصل نتيجة الحريق الذي يحصل وكذلك ضرب المدافع بين هاتين السفينتين والقتل الذين يتكون أو تكون دماؤهم موجودة في البحر في بعض المناطق أو البقع ذات اللون الأحمر في اللوحة كما نشاهد هنا كذلك لو لاحظنا الدخان الذي تحدث معكم عنه قبل قليل نعيد التأشير بالقلم هذا هنا مكان الدخان في الوسط بين هاتين السفينتين نتيجة الالتحام والتعارك بين طرفي السفينتين هناك أيضا شدة الرياح لو نلاحظ شكل الأشرعة وهي مشدودة بقوة إلى هذا الاتجاه يحسسك الفنان هنا الفنان المحمد الرسام يعطينا شعور نحس بالواقع في ذلك الوقت نشعر بوجود الهواء والرياح الشديدة نشعر بوجود الدخان نشعر بوجود الدماء في بعض البقعة الحمراء في مياه البحر كذلك نشعر بوجود الناس الذين يكادون أن يغرقون وقد يستخدموا قوارب النجاح هنا تبسيط وتوضيح لواقع هذه المعركة البحرية كما شرحت لكم بعد قليل أحبتي عندنا على الشريحة التالية هذه طبعا منمنا ما قديمة وليست من منمنات الحديثة يمكننا أيضا يعني أحبتي نتأملها ونحاول قراءة الكلام التي فيها هي عندنا في الكتاب وكذلك يمكننا معرفة أو الحصول على المزيد من المنمنات عن طريق البحث على مواقع الإنترنت المختلفة أحبتي وإذا بحثتم عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة عبر محركات البحث مثل جوجل وغيرها أكتب بس منامنات إسلامية وستظهر لديكم عشرات الصور المختلفة تأملوها وافتخروا بفن المسلمين فن آباءنا وأجدادنا الفن الإسلامي في المملكة العربية السعودية من ظهور الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية والفن الإسلامي سمتهم من سمات الفنان السعودي ورأينا وعرفنا كثير من الفنانين وفنانات السعوديين تأثروا بالفن الإسلامية ووجود الحرمين الشريفين في بلادنا كذلك أثر على الفنانين والفنانات في عندنا لوحة هنا لفنان أرشد كمال يصور فيها الطواف و تحدثنا عنها كذلك و استخدم رمز الحرف العربي كرمز من رموز الفنون الإسلامية في تصوير الحجيج بحرف الألف بشكل أبيض وأسود و قد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي عندنا الحرف العربي و الفنون الإسلامية اليوم سيكون إن شاء الله درسنا بشكل رقمي عن طريق توظيف تقنية رقمية البرامج الرقمية في الرسم الحرف العربي وتكراره بطريقة فنية جميلة ثم بعد ذلك نلونه هذا ما سيكون درسنا إن شاء الله اليوم في التطبيق العملي في السعودية في لوحات عادية مثل اللي كانت مطلوبة منكم في التطبيق في الدرس الماضي رسم لوحات بالحروف و تلوينها بعد ذلك بألوان القواش أو الأكريليك أو ألوان المائية أحبتي عندنا هنا طبعا الألوان المائية و عرفناها و عرفنا شكلها و عرفنا أيضا الفرش الخاصة بها و أنواعها كذلك عرفنا اللي هو حامل اللوحة و تعلمنا خطوات الرسم و التلوين في الخطوة الأولى بقلم الرصاص ثم بعد ذلك نلون و تعلمنا الفرق حتى يعني بشكل عملي بين أنواع الألوان المختلفة أحبتي بهذا نكون وصلنا و إياكم إلى نهاية درسنا النظري لهذا اليوم سنعود إليكم مع التطبيق العملي و استخدام التقنية الرسمية في رسم الحروفيات المختلفة على الكمبيوتر موسيقى